بحضور عدلي كبديل باير ليفر كوزن يفوز بكأس ألمانيا على حساب كايزر سلاوترن توجى فريق باير ليفر كوزن بلقب نسخة 81 من بطولة كأس ألمانيا لكرة القدم بعد الفوز 1-0 على كايزر سلاوترن في المباراة النهائية السبتة وأحرز لاعب الوسط السويسري جرانيت شاكا هدف المباراة الوحيدة في الدقيقة 16 ليتوج باير ليفر كوزن بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ عام 1993 كما حقق باير ليفر كوزن الثنائية المحلية بالجمع بين لقبال دوري والكأس وعوض خسارته الصادمة أمام أتالينتا الإيطالي بثلاثية دون رد في نهائي الدوري الأوروبي يوم الأربعاء الماضي وأهدر الفريق الألماني تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو فرصة التتويج بثلاثية تاريخية كما انكسرت سلسلة طويلة من 1 و5 مباراة متتالية بدون هزيمة في مختلف المسابقات على مدار الموسم أما كايزر سلوترن الذي تنافس في دور الدرجة الثانية هذا الموسم فقد اكتفى بلقبين فقد حققهما في عامي 1990 و1996 وخسر المباراة النهائية لكأس ألمانيا للمرة السادسة بعد أعوام 1961 و1972 و1976 و1981 و2003 ترجمة نانسي قنقر